وبنشرح ايه مميزاتها وايه عيوبها طيب يلا نروح طريقة اللعب هتلاقيوا في الفولدر الاسمه طريقة اللعب بتشرح بديهيات ليه طيب هم الناس اكيد بقفلق روح هتكتبها عربي ولا كتبها فرانكو هم عارفين طيب ما هي زي ما قلنا بيشتغلوا بتلاتة لما بلعبوا بتلاتة بتبقى ميزة عندهم ميزة ايه هيمة ميزة في الكسافة العددية في التحضير بتاع الهجمة بتحلوهم الفرصة انهم يطلعوا بالكرة صحة من وراء القدام وبيشترك معهم في التحضير كمان انديدي لكن في حاجة هيمة لازم تقف عندها ومتمرنين عليها وفي الحالة اللي جاية المهم هم تلاتة واحد ودي الاربعة اللي في مصف الملعب وهتلاقي اتنين قدام على طول بيشتغلوا عليها في التحضير بتديهم كمان كوادي الاتنين اللي قدام اللي تكلمنا عليهم الحالة بقى اللي بعد كده عشان دي تهمني دي دي حاجة متحفزين طيب هم هنا تيم الرأس الاخدر قبلوهم حط الراجل امحطت لهم تلاتة قدام التلاتة اللي بيشاركوا في مرحلة بناية الهجمة تلاتة ازرق قدام التلاتة الابيض فاخدر حتى نديدي اللي باين جوا الكدر هتلاقي في ظهره الراجل رقم سبعة بتاع نص الملعب جاي مكمل فاذا الجولكيبر اخد القرار مش هنحضر من تحت ملعب طويل طيب ميزة لما بلعبوا بتلاتة واحد اربعة اثنين لهم كسبانين الكرة بتديهم كسافة عددية في الكرة التانية واحد اسكية جدا لما بلعبوا الكرة الطويلة دايما بيلعبوها عند قثمان او ايجاله ايجاله قوي جدا هجوميا اللي هدينش موجودين يا جماعة اللي هدينش موجودين ولا ايجاله جاله يا سيدي هنكسبها بازن الله حجازي هيكسبها ماشا الله حجازي طويل وبياخد العالي كله طيب بس هم عندهم بتديهم أفضلية في الكسافة العددية إن هم ياخدوا الكرة التانية بص كده هي ما وراء الحكم جاي مين كولينز وجاي أليكس أيوبي والكرة لسه هتتلاقى بعند أثمان وبالتالي الاتنين قريبين وبالتالي أثمان حتى لما بيخسر الكرة بتلاقي فيه كسافة عددية في نص الملعب من عندهم من الأربعة في الاتجاه اللي رايح فيه الكرة يقدروا يعملوا ريباوند وياخدوا الكرة ويبدأوا يلعبوا كرة من تاني لو عايز تعمل على حاجة أقول دي ميزة من المميزات هكملت اللي بعديها هنا بقى دي دا لعيب دي بالمناسبة دي مباراة أفريقيا الوسطى كانت في نيجيريا ولعبوا باربعة وراء خسروا من أفريقيا الوسطى على أرضهم متخيل نيجيريا بتخسر على أرضها حد بيخسر من أفريقيا الوسطى مسلا يا إيه دا إزاي الناس دي بتخسر من أفريقيا الوسطى وعلى أرضهم الناس دي إحنا ما نعرفهم شي خلاص هم بيحضروا بقى هنا تنين اللي بيشتركوا في مرحلة بنية الهجمة وبرضو محافظ على إن البكين زايدين شوية في مرحلة الصورة اللي بعدها بدأوا التحضير هتلاقي إن نديدي نزل ما بين الاتنين كمل الصورة اللي بعدها الراجل نديدي بتضغط عليه وبالمناسبة معظم الفرق اللي بتقابل نيجيريا بتضغط على نديدي لأنه هو بمثابة راس التعبان هو اللي بيخرجه بيعكورة هو اللي بيخرجه بيعكورة نديدي نديدي رقم أربعة تعليستر سيتي وبعد كده هو بيعمل عملية تحويل الهجمة للاتنين ايوبي وقريبو قريبو مصبوط هنا الراجل مخنوق كل الفرق اللي بتدرس نيجيريا بتروح تضغط عليه بتسيب السنتر بكتة تحضر براحتها أهم حاجة الراجل ده يضغط عليه لأنه هو ده اللي قادر على تطليع الكورة من وراء لقدام معلش ناس لو العبنا باتنين مين اللي هيضغط عليه أنت عاوز تروح تضغط من قدام ده قصة تانية خالص لا أنا بس عايز أعمل بالانس في الفريق الفكرة في كده أصفي عندنا حاجتين الهجمة اللي فاتت اللي جبتها هما بياخدوا الساكن بول أنا شايف برضو من الحاجات اللي أنا بخلياني أن أنا ألعب بتلاتة في نص الملعب أنه ما فيش اللي اتنين الأقوية اللي محتاجين تالت يأمنهم هما لعبهم هيبقى أكتر من تحت سواء الشيكويز ياخدوا الكورة وييجي أو أحمد موسى ياخدوا الكورة وييجي فلعبهم هيبقى شادو سترايكرز أكتر منه مهاجم صريح واقف مهاجم صريح شادو سترايكرز أنا مأمنهم بتلاتة حلو أنا بقى مأمنهم بتلاتة وسايب المساحة اللي ما بين الخطوط ما لحلتها لك يا عمر يا أيوبي هياخدوا محمد النيني وقريبه هياخدوا تريزيجير لما هو يخرج بالكورة على نديدي طبيعي حد من اللي هيروح يقابله أنا عشان كده بسألك أنت الراجل هيروح يقابل من قدام ولا هتستناهم لأ أنا حتى لو استنيتوا لحد ما يجيلي لازم يروح له لازم هجمه على نديدي لأن جاي بالكورة مستمع محمد اللي هياخده فكرة هيب عندهم لعيب زيادة اللي وراء يحضر بقى بقى يقعد الصبح يحضر وراء إيه المشكلة وفيش أي خطورة من عندي لما يحضر وراء إيه الخطورة اللي هتحددني لما يحضر وراء بس مشترية لعب كيروش ما بيستناش قوي ما بينزلش خط الضاق وما بيدغطش من قدام ياهيم بس برضو على الأقل قبل قص بلعب ميديم بريشر بسخش من الثالث الوسطاني قبل قص نص الملعب فلازم أول معملية التطوير مع نديدي تيجي لازم حد هيقابله ماشي من نص الملعب لا هو أنا قريدي معي اثنين تمام؟ واحد منهم راح قلت لك واحد النيني هياخده والتاني تريزيجي هياخده تمام فاق انديدي سبت التريزيجي بزدد فانديدي فاضي هتطر أجيب عليه مصطفى مصطفى محمد ايه الرادي فبقى فيه ثلاثة وراء على اثنين على صلاح وعلى مرموش بلس أن أساساً أنا مش عايز أتكلم على كيروش بتكلم على تركيبة الخطة دي عمتل لكن كيروش أصلاً هو مش عايز الثلاثة اللي قدام يدفعوا خالص ما نومش أدعوه خالص ده هو القصة بتاعت شريف وينجي وصلاح وينجي ومصطفى محمد في الثمنداشر عشان الثلاثة يبقوا سابتين قدام استنساخ لفكرة سولاتي ليفر بول جوتا مانيه صلاح ما بيرجعوش فكون ان انت هتسيب الثلاثة دول سابتين مع الثلاثة وتسيب انديدي لوحده عشان تأمن في خط الظهر مع تركيبة أصلاً هما اللي انت خايف منه مش موجود قسيمان أو إجالو الرجل اللي هيستلم فالتعايز واحد في ظهره عشان لسا كانت بقول لواحد يقابل يعني أنا شايف ان هات يعني تلاتة هي اللي هتديك والله الرجل ده بيقول كلام زي الفون هتديك يا ساعة والله وانت كمان بتقول كلام زي الفون وانت احترت والله العظيم انتو حيرتوني وحيرتوا الناس وانا بصلك مقتنع اتكلم تشتري مني بردو اشتري منك ومقتنع مهمك روش يشتري مهمه هو بس اشي يوزب روش يروش يشتري من محل تاني خالص مزه ولا منك ولا منه طبعاً دي معروض فقولوا بقى اللي انتو عايزين والكلام بفلوس مزبوط بس انا زي ما قلتلك الرد على النقطة دي هو مش ياريت يا جماعة يزود انديدي هو مستحيل يسيب موقف 3 على 3 منهم يا جماعة 3 على 3 او من الواحد من الثلاثة دول محل تاني بس ايه هو حتى لو الكرة معايا عبر انا لازم وانا بحاجي و لازم اكون واقف صح ورد دفاعيا انا 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 هقول لكم حاجة تهدلكم القصة دي كلها على بعضها كارلوس كيروش اصلا طول الوقت هو بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة فالرجل ده بعنده بطريقة اختياراته بس كده بعنده بطريقة اختياراته ده عند كرة وي يعني مش اغار ايه حاجة طبعا هي دي طريقة اللعب بتاعتي همسك اللي همسكه هعمل رقابة على اللي هعمل عليه رقابة هعمل ضغط عالي في الوقت اللي انا عايز اعمل فيه ضغط عالي هرجع شوية تحت الكرة ايما يكون من الاشكال بتاعت الضغط هو هيعملها بس بطريقة اللي باعة ثلاثة انت بقى حد من على الثاني اللي انا كنت عايز اقوله اه كنت عايز اقوله شفت سهل ازاي مالك بقى فيه ايه لا انا بتكلم بناء على الحالات يعني فاستحضرني لان فعلا هون دي دي هو محور الاداء هم اللي بيخرجوا عليه بالكرة ففعلا انت هتحتاج حد يضغط عليه فعشان كنا فتحت الباب النقاش بس هي في النهاية اربعة ثلاثة ثلاثة او اربعة اتنين ثلاثة واحد او ثلاثة هي الفكرة كلها تبقى في الوجبات بقى هو هيدي واجبات هيكلف مين بايه لان في الاخر وانت قادرة مني طبعا بالقصة دي ان الشكل الرقمي مش مهم قوي هي الوجبات بتاعتك فيه بس مين هيقابل مين برافو عليم ومين هيغطي المساحة اللي عاملة ازاي هيدي المشكلة هيكا او مش بعلاش دي المشكلة هو دا التكليف المهم مين مع ايوبي مين مع قريبه مين هيقابل نديدي واي بطلع بالكرة طب لو نديدي ما طلعش بالكرة مين هيراحها الورا الفكرة بتاعت سناء الهجوم بتاعهم لان سناء الهجوم طريقته هتتغير طيب انا جب انا بقى الحالة بقى بتاعك ما يخرجوش ترجمة نانسي قنقر